حراك سياسي متسارع لإنتاج تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة وتعيد شرعية العملية السياسية لدى المواطنين ذلك الحراك الذي بدأ صده يتسع لاجتياز المطبات والمعرقلات التي توضع للحصول على مكاسب في مفاوضات يأمل منها الشارع الخروج بحلول تنهي الأزمة السياسية أهم ملامح هذا الحراك أن الخلافات بين القوى السياسية يجب أن لا تتمحور حول المرشح الأفضل لمصالح هذه القوى أو تلك بل كيف يتم الحكم ووثق أي معايير صالحة وممكنة تدار المرحلة الراهنة والمستقبل المنظور وهذا ما ينتظره الجمهور من قواه الوطنية المبادرات المقبولة لدى الشارع هي التي تركز على ضرورة اعتماد المسار الصحيح لحل الأزمة بغض النظر عن هوية الشخص الذي سيعتمد هذا المسار والأهم هو اتفاق الأطراف السياسية على خارطة طريق تنهي الانسداد الحاصل وتخرج البلاد من عنق الأزمة إذن لا خيار يمنح العراقيين فرصة لرؤية الضوء في آخر النفق سوى تركيز الجهود على كيفية الحكم على أساس دستوري والابتعاد عن ورقة من سيحكم التي تستخدمها المواقف المضادة لتمرير أجندات ومصالح خاصة تعتاش على استمرار الأزمات وإشاعة الفوضة